رحب حضراتكم مرة تانية وفقرتنا التانية مع حضراتكم النهاردة وزي ما بنقول دايماً إنه في الابتهال والإنشاد وذكر سبنا النبي عليه الصلاة والسلام راحة نفسية وحاجة بتبقى بجد زي ما بنقول كده دايماً أصوات من السماء بتخلي قلبنا وإحساسنا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام دايماً تطيب ويطيب أو تطيب بمعاتنا بإذن الله بذكر سبنا النبي عليه الصلاة والسلام ويسمحولي الرحب بضيفي وضيف حضراتكم المبتهي المنشد المصعب عرفات أهلا بك يا مصر وصباح الخير عليك أهلا وصباح الخير إحنا بقى مش عايزين نتكلم كتير لكن عايزين نعيش حالة الروحانيات الجميلة زي ما قلنا أن يوم الجمعة يوم بتستجاب فيه الدعوات فهنبدأ بإيه؟ بسم الله إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيماً فعفوك يا فممن أرتجي مولاي وفضلك واسع للكل ما نمي تركت الناس كلهم ورائي واجئتو إليك واجئتو إليك واجئتو إليك واجئتو إليك واجئتو إليك كي بالقرب أنعم فعاملني بجودك واجئتو إليك واجئتو إليك فإن تغفر فإن تغفر فمن يغفر ويرحم واجئتو إليك سبحان الله سبحان الله بنا هو الغفور الرحيم تعالى وتعالى يعني لو تكلمنا على البداية بتاعتك يا مصعب كانت إزاي البداية كانت من الكتاب آه الكتاب الكتاب زمان كنا نحفظ في القرآن ثمنين يا مصعب محافظة البحيرة من البحيرة قرية في محافظة البحيرة آه دايماً القرى بتهتم بال آه طبعاً الكتاب زمان كنا نحفظ في القرآن وكده فكان المواهب بقى بتظهر أه وكان البيت بقى لعامل كبير في مثلاً القرآن شغال في البيت فبسمع فحاول أردد فلو في مواهبة بيتبان صحيح آه الموضوع بياخد مراحل بقى أه الاول أقلد أصوات بعد كدا الشيخي والبيتي يلحظوا الموضوع في حاول نمر أول حد قلدته في الانسهاد الديني أو الابتهال كان مين هو أول ما قلدت قلدت بقى في القرآن آه في القرآن اه وكنت كمان اقلد اي صوت بقى اسمعه. اه. يعني في مؤزن مسلا في المسجد اعود اقلده. اه. لو في اه بيع بيبيع بصوت ميكروفون كده اعود اقول لفس الكلام. اه. اصوات الانتخابات زمان والحاجات دي. اه. فبيبان بقى ليه? الحاجات دي. اه. تأليل بقى. ده اللي لفض الانتباه ليك. اه طبعا. مين قضوتك اه في الانشاة دي جنين? اه الشيخ نصر بن طبار. اه. اه. جميل. نسمع له حاجة. نسمع له حاجة. اه. حين يهدي الصبح واشراق سنا. حين يهدي الصبح واشراق سنا. يسكب الطل. يسكب الطل رحيقا من نداه. موقظا بالنور اكفان الحياة. موقعا بالنور اكفان الحياة. اه. اهضحى من نور من والنداه من فيض من سباحة. لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الصانع الله والرازق الله 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 بالروحانيات والصفاء الروحي يعني صحيح بتسكل موهبتك ازاي يا مصعد؟ نعم بتسكل موهبتك ازاي؟ بتدرس اه 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 السمع والدراسة والتدريب والتعليم على ايد المفقنين في المجال يعني ده التدرج الطبيعي لأي حد عنده موهبة بيناميها عن طريق انه بيسمع كويس ما يسمعش اي حاجة طبعا لازم يسمع سمع كويس لان المخزون النغمي بيتكون من اللي انا بسمعه فلما بسمع مشايخنا القدام وتربع على النغم الاصيل والكلام ده ده بيربي عندي موهبة كويسة يكون قادر ان انا اقول ولا كويسة بتستدعيها على طول وتقول بيها يوم الجمعة احنا دايما يعني بيحب ندعي ربنا سبحانه وتعالى فعايزين نسمع دعاء كده ربنا يستجيب لدعواتنا جميعا يا رب يا رب اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين وصلي عليه يا ربنا في كل وقت وحين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم تقبل صلاتنا وقرآننا وصالح أعمالنا يا رب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا شفيعا وهدى ورحمة يا رب العالمين دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم الأكرمين يا الله أمين يا رب العالمين أحسنتم أمتعتنا مصعب وبالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله نشوفك بإذن الله نجم في الإنشاد والاكتهالات في مصر ومن الأسماء الكبيرة شكرا جزيلا لك نورتنا نورتنا بكده نكون وصلنا لنهاية لقاءاتنا النهاردة مع حضراتكم في مصر جميلة لكن اللقاءات مستمرة يوميا لأن دايما يا رب مصر جميلة بكل حاجة جميلة بتحصل فيها بكرا فريق أعمال جديد إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة